نحن الآن على موعد مع المحور الثالث في مؤتمرنا طفرة مدنية وهو المحور الذي سيركز على الأنظمة الحديثة في مجال الهندسة المدنية وكيفية تطبيقها لتحسين البنى التحتية والمباني في هذا المحور سنتحدث عن التقنيات المبتكرة التي تستخدم في الهندسة المدنية وسنتعلم كيف نطبقها لتحقيق أفضل النتائج في مشاريعنا في هذه الجلسة معنا مديرة الجلسة المهندسة ريناد أبو جاموس لجنة المهندسين المدنيين الشباب لنرحب بها وبضيوفها والتذكير في هذه الجلسة سيكون في آخر الجلسة هناك أربعة أسئلة سيقدمها أربعة من المتحدثين وسيجيب عنها أربعة من المهندسين من يجيب سيكون لو الدورة التي تحدثنا عنها في الجلسة السابقة وهي دورة مجانية من لجنة المهندسين المدنيين الشباب مهندسة ريناد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم زملائنا وزميلاتنا الأعزاء في المحور الثالث بملتقى المهندسين المدنيين الشباب بعنوان طفرة مدنية ضمن حوارية الأنظمة الحديثة في الهندسة المدنية من إعدادي وتقديمي زميلتكم المهندسة ريناد أبو جاموس فأهلا وسهلا بكم إن التعرف على أساليب الإنشاء الحديثة ومناقشة الابتكارات الحالية والتكنولوجيات المتوفرة في مجال الهندسة المدنية هو أحد أبرز أهداف هذا الملتقى وأهم محاوره دراسة الأنظمة الحديثة في الهندسة المدنية لتطوير قدرات المهندسين المدنيين ورفع كفاءاتهم ومتابعة تطورات سوق العمل والمتغيرات في واقع ومستقبل الهندسة المدنية وعند التوجه إلى تحديث الأنظمة الإنشائية فأنا نسعى للحصول على هيكل إنشائية ذات مرونة في التصميم واستخدام أقل مواد البناء مع الحفاظ على الحصول على متانة وقوة أعلى في الهياكل والبلاطات الخلسانية وهذا ما يدرج تحت عنوان Application of Post-Tension System and Building للتعرف أكثر إلى هذا الموضوع يتقدم من شركة دار الهندسة المهندسة مغدروع حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة كنسس في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين والمهندس علي الجولاني بكالوردس في الهندسة الإنشائية وخبرها أكثر من عشر سنوات في شركة دار الهندسة في المشاريع الإنشائية تفضل تفضل شكرا أول شغل بنا نشكر إحنا نقابة المهندسين وكل القائمين على هذا الملتقى اليوم رايحي نيكي على الابلكاشن of Post-Tensioning System بـ Structure Buildings ويأتي نشاعة أخبر كي سريز في أردن عندما نقوم بعمل هذا المهندس علي جولاني تفضل أخيراً يمكنك تفضل نعم قد تفضل 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 و تفضل و تفضل تفضل الناس في جوردان في القدر أخيراً 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 تفضل 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 paint تفضل 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 في الجانب الغراء نتوقع أن نرى عزلات بسبب عزلات الأخرى وسبب عزلات أخرى من خلال تكنيكات الاسترسمة نحن نحاول نطبق عمليات الأخرى عزلات الأخرى على مدى الغراء في الصفل بهاي الطريقة تجعل فيه كامبريج لقرأي الأكتل الاخراء الموقع الذي يجي علينا بسبب التنفيذ والتنفيذ كما تشاهدون هنا سنحصل على الأشياء لا يجب التنفيذ أو تنفيذ ويجب التنفيذ أرجوك من خلال النظر دو مختلفة النظر النظر و النظر 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 وصلت لكامل المقطع تقريباً بالمنطقة المناسبة و بعدين بتم عالجيتها و راح نتحرف أكثر عن هدول الكمبوننت و الميجر كومبوننت من خلال الكمبوننت مع المهندس سامر أعطيك العافية سألتك هلا إحنا لما نتحدث على الكمبوننت بيكون في أكثر من كومبوننت و بلأخص حتم بلأخص حتم بلأخص بلأخص حتم بأخص حتم بلأخص حتم يكون غير عائل التصرير و أيضا يكون عائل التفاوح إن الانضيق يست fique المرسل نعلم بإحناين أثناء حظم التصرير's يقص بحث المرسل يستمر الشمبات بعدين يكون المرسل وقد تسهد دخل الماء وقد يكون المجهزة واضح في اكبر أجل إجراء الجهاز الثاني هنا يبين أن تدري تلك الجهاز التجاهز الأخير يبين أن تدري تلك الجهاز أبداً سيكون بلاستيك أو متل حسب طبعاً المنظم للوضع ومعكشات المتحدة أي مشروع سأجد عملية جيو تكنيكوية سيؤثر عليك بعملية ديزاين حتى خلال كنستركشن فإحنا نحن نركز على موضوع الكنكريت وحتى الكنكريت ديزاين كيف يبلش عن طريق الكميكوية تستيقات المواد والمواد المواد من الصورة الأولى بيبين هاي سميزة من واحدة من أجلنا نحن 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 نأخذ من أهم الفحصات الكميكوية سيعمالنا яmişية الويون والكلوري الويون الويون والكلوري بعض المصب هو أفضل وأف نminded الاقتصاد بمواد المواد ونصدقاً نجدًا أخدام الأفضل ستكون جدًا مقابلًا على المقابل ليس يبدو جيدًا لا مع المقاول و لا مع المستخدم يوجد تشكيلة CS168 وين على 206 المترجمات الأفضل أخرج نعتمد على الكنكريت المتعرف عليها اللي هو بيكون يتكوّن من سلطة اللي هو كورس الفين اجريت بيكون فيها ماء والماء والماء ويكون في عنا الامر والسمن بالطبع في بعض الأمور ويكون في بعض الأمور خاصة بالماء والماء واللغة تقريباً 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 C25 لأنه لكي تستخدم تقريباً تقريباً 35 MPA تقريباً 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 عن طريقة ما هي المستخدمات غيرتقال على موقفة قليلاً يبدأ التنشن على سبع 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 لتحصل إلى 70% من المطلوب فإذا الفلاي آش سوف تسلح المطلوب المطلوب حتى للمقاول فهم أن الفلاي آش يفعل ذلك وإحنا بحالتنا نظيف السيليكا في المطلوب لتحصل إلى المطلوب 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 سألتها سألتها كل النبود بشكل شعور مطلوب المطلوب المطلوب يجب أن تتحصل على هذا المطلوب أن أخبرك أفضل مطلوب المطلوب مطلوب من مطلوب المطلوب المضلوب إذا كانت لا تقرأ يحدث مستقبل المواكب المواكب تقرأ المأكسي من أفضل المشاكل من الأشياء المستقبل تقرأها 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 هل تتناسب مع المساعدة أو لا؟ إذا لا، نصل إلى مرحلة أنه لا، يجب علينا أن نتعرف المساعدة المساعدة ويجب علينا أن نتعرف بعض المساعدة. هاي صورة الثرموكراك التي تبين عنكم هون، آخر إشي. أعلى، أرجوك. طبعاً الأخرى التي نطلع عليها الـ Reinforcing Steel Bars will strengthen itself. كما تعرفه أكيد من أهم الأشياء يجب علينا أن نتأكد منها التي هي ميكانيكا وميكانيكا وميكانيكا ميكانيكا وميكانيكا يجب علينا أن نتعرف أيضاً أنه ميكانيكا مناسب هل هو ضمن المساعدات أو لا. أيضاً، الميكانيكا بجميع أنواعها يجب عليها أن تتعرفها بالأخص، نسبة الكاربون. نسبة الكاربون، إذا زادت كثير عن المساعدة بيصير بروتال ريينفورسمنت وبيصفي أنه عندك مشكلة بالدكتيلة تبعت الحديد فهي الشغلة مش بس بتأثير على المساعدة حتى بالسيزميستي كمان أمره نسبة لك هاي الصورة هون بتوضح يعني على العملية نهائية أفتر كاستنج الكونكريت هاي بيكون الجرافتينج فريشي بورت بضخ فيه الجرافت طبعاً وبيغط الفويد زي ما انتو شايفين البعد ما يصير فيه تنشنين لالسترانز نسبة لك هاي الصورة هاي الصورة بتوضح حوانا يعني قبل عملية الكاستنج زي ما حكنا لكم قبل شوي انه ضروري جداً انه يكون الكونكريت منتخذ بعين الاعتبار وإيش طبيعة الالجرادية تبعة الالجرادية أخرى مع الستيرابس والحديد البلخص عند الالجز بصير في عندك انت المنطقة جيدة بصف عندك مشكلة في البطون ويمكن صير عندك سيجرادية هاي الشغلة بدك تدير بالك منها نسبة هاي الصورة هون بتمثل للوجبلي طبعاً والسترانز وأوصل الوجز يعني قبل ما يصير عليهم ويمكن الصورة ثانياً البطاق خلال البطاق اللعنة للتنشن و أيضًا الجاية صفالة للجاية الضروري جدا لذا أخرى التنشنن تقوم بالتأكيد يمكن أن تأثير على القطان ويصدر لتنشع بسبب إنه القيج ما كان معمول له كالبريشن إحنا نطلب إنه القيج يكون معمول له كالبريشن كماكسموم يعني لا يتجاوز الستشور أكثر من هيك نطلب من أول وجديد ناكست شكراً 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 الآن سننتظر في المستخدمات للسيطة للسيطة هذا النظام التكنولوجي استخدمها كثيراً في المساعدات ومساعدات المساعدات استخدم أيضاً كانت السلاب على تدوريه السيطة للأضوال في هذا المساعدات للسيطة حسنها في المنزل الزوارانة الكوناتر أنمات تأخذ أكثر أكرراتك والسيطة للسيطة سأتبع لدينا سيطارات للسيطة 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 إلا أنهم لكن الساحة دائرة لا يوم الأمر بسيطان للتكنولوجيين لدينا معروفات دائرة بسيطنة للتكنولوجيين مقاطع مقاطع إلى مقاطع الثاني الثاني مقاطع مقاطع ثاني رسلاب مطاقة و مطاقة مطاقة وممكن نستغني عن الواقع وكون عندنا إذا كان عندنا عدة طوابق كثيرة بالتوارز ممكن يكون أفضل أفضل على التوارز التوارز أو ممكن يستغل طوابق أكثر وخفف المياس طبعاً صراحة ورديوز الوات اللي هو هذا رح حسن لنا السيزميك زيزميك الفاست كونستراكشن سايكل كمان الفاست كونستراكشن سايكل مين يبين هذا في الميجا برويكت أو الهايريز بلدنج ممكن نوصل لطابق كل سبعة أيام من خلال التوارز نسرع عملية التوارز بس بنا نخلي بالنا من موضوع الباكي بروبينج لأنه رح يكون موضوع الشد ما وصل ثمانية وعشرين يوم رح يكون الشد بوقت أقل من هذا الشيء وليسترينكت ما أخذ كامل قوته في ذاك الوقت وكمان بنيفت أخرى نو كراكس أو ليتل كراكس يعني مالله تنسمح فيها بس بتكون ورث كيس أو مش ورث كيس بسيناريو بي تكون في ورديو بلديو تقليل قرار فيصل تقليل قطعة تقليل قطعة تقليل قطعة أخذ Wu ولكن لدينا أخرى يوجد أخرى كبير وقالة 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 أضافة أثناء بما يتأتي أخرى مستعدة في أفضل 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 ووصف هذه من الخبرة تقريبا ممكن تكون بشكل كبير بتأثر على الطاقة الماسات إذا كان عندنا الطاقة الموصل لها خمسم مترا جدا في الطاقة الماسات مع رمسة مطاقة مسمية ممكن تكون في اعتبارات مهمة جدا للجموعات المحتوى ستأخذ الآن لن تريد في عزائقات مابلا قمنا بتغذية عزائقات الماسات في الدارة و يتغذية في جوردة آخر لأسف أولاً هو ريتس كارلتون أستطيع أن تذهب إلى ذلك؟ ثم سأحتاج أليس الزكراً سأحتاج إلى أطلال هذا مباشرة الاركتكتشي وهذا يظهر قائمة من قائمة كما ترى هنا يظهر قاربة بمتاز 2.3 متر تحتيج من الثقف نفسه ومن اللوتز تاعة البول اللي هنبين عندك بسلايد بالبكتشر وعلى أطراف لازم نعطي فلكسبيلتي في الحركة وفلكسبيلتي في الشغل كمان وفيها ركويرمنت سيقوم بإنكار لها دائمينشن لازم نحققها فبعد لسترانز عن بعض حتى تجنب موضوع البارستين كمان نحط رينفورسمنت والكونسنترات وفلكسيات في الصغرات ومنصير نبعد لسترانز على الأطراف ونصير نبعد لسترانز على الأطراف هون لازم ندقق على مرحلتين مرحلة الأولي هي سيكونس في الجاكين عشان ما نقدر الى السيكونس إلى الاندزارد استرانز في الصغرات من خلال السيكونس معينة زمنتشن هم نريك ثلاث ثلاث سؤال ثلاث فرح سؤال اندزارد استرانز على الصغرات واحد ذلك يجب نؤمن عن خمسين السلائب على الفلحة حمسيس نحن تطلق غير كانت كمان مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة لأنه لدينا قوة مختلفة فإنه تطبقناها كلها ممكن تسوي لي فائلر أو أني أطر أستخدم كميات حديد كبيرة في التوب فايبر فهوان في الردس سوانا توي ستاجز الأول على خمس سبعين بالمية لما وصلنا تلاتين ميجا باسكال والفائنال ستاجز هي لما وصلت مية بالمية إن شاء الساكند بليز ناكسد بليز ناكسد ستادي كيس تو ستادي كيسد المنزل المنزل مجرد المنزل ناكسد مجرد لتحصل على تحصل ناكسد سألت هذه المنزل تحصل سألت سألت هذه المنزل بين 6.5 متر و 10 متر كما ترى هنا كما ترى هنا سألت ثانية خطوة وإستخدام 15 19 سبعين ثانية سألت ثانية 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 تحصل أجل مجرد من وطني تحصل من الصفحة ليس الصفحة من الصفحة وقفة نارية والصفحة التقليلية هي قفة نارية سألتنا أخيرًا واحد من المتواجدين هي الجاكين انتقلت للمقاطع من دون أي تأثيرات مختلفة عن الدزاين واحد منها منتأكد أن تأكد أنه الالفورس اللي نقلناها تسوي سترينيج في الممبر المنطقة من خلال الجاكينج إذا تبقنا بحضورة معينة نحسب بشكل 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 من خلال استطالة أنظفنا على الشكل سأستمر بشكل معه شكراً الرجلات الاتصار نحن نجد تطبيق الكتاب في النحن كل جديد المصدر يبدو مثل الريتز كارتن نعمل التنشن من بلدين المتطلبات الأركيتكت أن يكون الثياتر لا يكون فيه قلومات والطريقة أفضل لفعله إذا أكتبت عن ستيل ستيل وهو ستيل 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 نعمل هنا أفضل 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 ستيل الصورة مش واضحة بس أنه هنا تبين كمان برضو أنه السرانز ماشي مع المومن دياغرام ونشدد طبعا كان فيه عنا 8 دقس وكان 22 سترانز أو تندنز إذا بتنتبه هناك على آخر صورة بتشوف أنه المصدرات الأفضل تبع 2.2 دائما ما يكون عندنا إشي زيك سي ما حكينا لك يعني بداية الفرزنتيشن إنه بيكون في عندنا موكب سابل نشتغل عليها بنحض ثيرما كوبلرز نقرأ درجات الحرارة لمدة سبعة أيام بنشوف إشي البيك عادة البيك للهيتف هيدراشن تبع أي كونكريت بيبلش بعد 24 ساعة وضلوا ماشي إلى 72 ساعة بعدين بصير نحن نشتغل عليها ومن ثم يكون عندك سيئة أخرى ومن ثم يتحدث في مشاكل المشاكل لديها مؤكبت المنزل ومن ثم يتحدث في مشاكل ومن ثم يتحدث في مشاكل أسفر في الحقيقة، بسرعة 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 على الوقت التي تتكلم على الوقت على التحقيقات اليوم، يتحرك أفضل لأنها تقدم أفضل وفي الوقت، يتحرك الأجراء لذلك، شكرا المساعي ملتقانا في هذا اليوم هو تسليط الضوء على أبرز التقنيات الهندسية التي تساهم بعمل طفرة نوعية بمجال الهندسة المدنية وكان من أبرز التقنيات المستحدثة هو نظام الفويد سلاب أو ما يعرف بالبلاطة المفرغة وهو نظام إنشاء حديث يعتمد على وجود مشكلات فراغ داخل جسم البلاطة الخلسانية للتوسع أكثر في هذا الموضوع تقدم من شركة UTC مدير قسم الهندسة المدنية لدى شركة دلتا فرع الأردن ورئيس قسم الاستشارات الهندسية في الشركة المتحدة فرع الأردن والمملكة العربية السعودية المهندس نور دراغمة نجدد ترحيبنا بداية في الحضور الكريم نشكر لجنة المهندسين المدنيين الشباب على هذا التنصيق الرائع ومنخص في الشكر المهندس فلاحل عبدالله رئيس اللجنة طبعاً بالبداية نحن قبل ما نشرح نظام اليوبوت نظام مشكلات الفراغ في الأسقف نحن قبل ما ندرس البروسيس التصميمي نحن قبل ما ندرس البروسيس التصميمي نحن قبل ما نبدأ بعملية التصميم في عنا ثلاث أمور أساسية مفروض إنه نشتغل عليها وهي الانجينيريق منجم ندرس الموضوع الإدارة الهندسية المميزة إنه أوصل لمنشأة خرسانية بأفضل كوالتي بأقل كوست مالي بأسرع وقت هذا الكلام ما بقدر أوصل إله إلا من خلال جملة معمارية وجملة إنشائية متميزة جملة المعمارية بتحكي لي إنه أحصل على منشأة بمنظر خارجي متميز ومنظر داخلي متميز الخارجي متميز هي تقنيات باستخدام المهندس المعماري وإحنا وكتير بنعرفها التكنيك الداخلي اللي بنحكي عنه اللي هو اللونغ سبان يكون في عندي حرية في التقطيع المعماري وما يكون في عندي أي معوق إنشائي مثل أعمدة أو دروب بيم أو دروب بانيل لهذا الكلام كله ما بقدر أوصل إله وأوصل لجملة معمارية متميزة إلا من خلال فهمي لجملة إنشائية متميزة المقصود بالجملة الإنشائية في البداية اللي هو يكون عندي فليكسبلتي في الديزاين إنه المهندس الإنشائي يكون عنده مرونة في تصميم المشروع من الناحية الإنشائية بأفضل تصميم لكامل العناصر الإنشائية بدأ من الأسقف إلى الأعمدة إلى القواعد المترجم للقواعد نظام اليوبوت هو النظام إنشائي مشكل فراغ في الأسقف يعتمد بشكل أساسي على وجود فراغات بنسبة التراوح تصل لغاية 80% في السقف الهدف الرئيسي من وجود هذه القوالب تخفيف الأنويت للسقف تخفيف الوزن الذاتي للسقف رح يعطيني عدة مزايا مهمة المترجم للسقف ترجمة نظام اليوبوت هو عبارة عن شبكة حديد سفلية بالاتجاهين شبكة حديد علوية وبينهم القوالب حكينا القوالب البلاستيكية إلها أبعاد معينة الهدف الرئيسي منها تخفيف الأوزان على السقف طبعا بمشي السيستم في أربع مراحل بعد التركيب الشبكة السفلية والقوالب والتركيب الشبكة العلوية مرحلة السبب الآن أنا هون عم بحكي على نظام إنشائي ترجمي الموجود في الأردن وهو الوزن اللب إذا إحنا منحكي اليوبوت سيستم هو قريب من نظام النظام إنشائي موجود في الأردن إذن إحنا ما عمينا أشي جديد إلا أنه وضعنا هاي الفويدد عساس تعطيني ميزة أخرى إني أنا عم بخفف الوزن للسقف عادة عن ألية تتبع الأحمال الموجودة المترجم الثاني المترجم الثاني التالك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لاه lei مصطمة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الزائد البوت هو قالب مكوّن من مادة البوليبروبلين أبعاد القالب 52 سنطة بـ 52 سنطة ثابتة ارتفاعه يبدأ من 10 سنطة لغاية 60 سنطة طبعاً الاسباني يتحكم في ارتفاع القالب لحتى أقدر أحدث الدبث للثقف بتكون نكس طيل لو سمحت عندي الأرجل ارتفاعها تبدأ من 5 سنطة لغاية 9 سنطة طبعاً احنا في الأردن الآن معتمدين 8 سنطة أسفل القالب وفي عندي الأبر سبيسر لحتى أضع الحديد العلوي عليه في عندي منه سنجل وفيه دبل موجود كمان الاترال سبيسر لحتى يوصل القالب في القالب الآخر المسافة تبدأ من 12 لغاية 16 سنطة وإحنا معتمدين في الأردن الآن 16 سنطة طبعاً القالب حكينا مكوّن من مادة البلاستيك المعادة تدويره أخرى البلاستيك المسافة الهومو بليمر و البلوكو كو بليمر والريندوم كو بليمر الأكياس البلاستيكية مستخدم الهومو بليمر ما منضيف إلها أي شيء بتكون مواد معاة تدويرها حرة البلوكو هو الكوبوليمر بيضاف إليها 3% بولي إثليين هاي تستخدم في مواسير الصرف الصحي أكثر شيء طبعاً تعطينا بتعطي قوة بتعطي متانة ولكن المادة اللي إحنا بنشر عليها البولي بروبليين مضاف إليها من 3% ل7% بولي إثليين لعطي يعطينا القوة والمتانة واللي تكون القالب ولا يتفاعل مع أي مواد كيميائية أخرى كونه أنا باستخدم مادة الكونكريت في الصقف طيب أهم ميزات سيستم اليوبوت حكينا إحنا أول إش الأحمال تتكون في الصقف تنتقل من الصقف تنتقل من الأصقف إلى الأعمدة إلى القواعد إذن أنا التارجة الأساسي عندي في سيستم اليوبوت إني خففت الوزن على الصقف فرح يعطيني رديوست سلاب تكنس سوف أقلل من سماكة الصقف لأنه أنا عم بقاوم الديفليكشن الموجود عندي بحديد أقل وبكونكريت أقل طبعا من الأنظمة الأخرى فبذلك أنا عندي توفير في سماكات الصقف مقارنة بالأنظمة الترديشنال بيقللي مقاطع الأعمدة كونه العمود خف اللود عليه فلذلك العمود ممكن أشغل على السكشن تبو أني أقلله ما في عندي جسور وسطية أنا بعتمد في التسليح على شبكة حديد سفلية وشبكة حديد علوية بشكل أساسي طبعا رح يخفف الأحمال أيضا على القواعد ورح يساعدني في التربيل اللي أحيانا ممكن تكون البييرنج كبسيتي لها ضعيفة سابقا 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 ميزات السيستم للمهندس الإنشائي المعماري المعماري أو المقاول سابقا سابقا إحنا بنشوف أول شيء المهندس الإنشائي أحكي أنا أول ميز أو أول شيء ممكن يستفيد منه المهندس الإنشائي أنه عم يعطيني الوزن الأقل هنا أنا عم بعطي المهندس الإنشائي أريحية في التصميم الإنشائي أنه يعطيني سبنات عالية هاي لس بنات بقدر أنا أستفيد منها كمهندس إنشائي ومهندس معماري اتنين عم يعطين لما خفة الوزن على السقف تتأثر في باقي العناصر الإنشائية اللي هي الأعمدة والقواعد فبلاقي فيه توفير مالي مدروس في هذه العناصر الحمل الزلزالي يتأثر بشكل إيجابي كونه السيستم أو وزن السقف خفيف فتأثيره بمحور X على العناصر المقاومة للزلازل رح يكون أقل معمارياً الميزة الأساسية إلو أنه عم بيعطيني سبان عالي بين الأعمدة فأنا هون في عندي حرية معمارية في التقطيع الداخلي المقاول طبعاً في المقاول كون النظام سرعة شغله أسرع من الأنظم الأخرى أعمال الإلكترو ميكانيكال بتكون سهلة عن المقاول بدرجة كبيرة لأنه إحنا السيستم باعتمد على إلغاء الدروب بيم في حالات عديدة إحنا ما بنشوف في عنا جسور ساقطة طبعاً الدروب بيم بتعارض أحياناً الأعمال الإلكترو ميكانيكال فهونا عنا في عندي ميزة إيجابية للمقاول من هاي الناحية الأونر في عنده ميزات عديدة طبعاً للمشروع للمبنى اللي عنده إنه في سيفينغ على الكوست وفي عندي الرايز إنسيلت هلا إحنا في البيع لما نحكي مجمع تجاري أو مبنى سكني بدون أعمدة وسطية أو بأقل عدد أعمدة وسطية هذا بيعطي أخرى عالي جداً في موضوع البيع وموضوع الإجار للمشروع أيضاً موار باركنج هاي بيستفيد منها المعمال أيضاً مع الأونر نجد طيب المترجم الثاني 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 الماضي القليل في الألفين وعشرين تقريباً سبان تماني متر ستين ألف متر مربع نفذ في نابلس لاحظ إحنا المشاريع اللي ذكرناها بالنهاية متنوعة من ناحية سواء مجمعات تجارية سواء فيلل سواء إسكانات فإحنا استخدام للنظام يكون في أي في أي منشأة موجودة وما عندي أي مشاكل في من الناحية التصميم والناحية التنفيذية كل الشكر مرة أخرى الحضور الكريم الجميع شكراً لكم مهندس أكثر عن هذا الموضوع تقدم من شركة تنسر مهندس محمد شهاب شغل عدة مشاريع هندسية بين الأردن والمملكة العربية السعودية وخبرة 11 عام في مجال مبيعات وتطوير الأعمال والحلول في تثبيت وتسليح التربة باستخدام الجيوغريد شكراً لنقابة المهندسين شكراً لنظام الجيوغريد سمع هذا الموضوع ميهندس 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 تستخدم للفواكه يعني كانوا يحطوا فيها عادةً الفواكه بعدين إجتوا فكرة أنه إحنا ممكن نطور هذا المشباق ونستخدمه بالتصنع وكان أول تصنيع لأول عين الجيوغريد أو أول مادة الجيوغريد بشكل الدياموند اللي على اليسار وللآن ما زالت تستخدم للوقت الحاضر وخط الإنتاج معروف كان اسمه نتلون هو الشركة اللي صنعت هذا المنتج وما زال المنتج يستخدم في بعض المشاريع ومن بعض المشاريع في الهيئة الملكية في السعودية مع أنه كان في كثير تطورات وكثير أنواع جديدة من الجيوغريد إلا أن المنتج ما زال مستخدم طبعاً هذا المنتج كان أول استخدام للجيوغريد في الانشاءات في الانتراسطور في عام 1979 أو 1978 كان في مطار نيويورك في مطار توكيو سري طبعاً بدايةً تنسر تنسر هي موجودة يعني في عنا 16 مكتب إقليمي في شركة تنسر وتقريباً 600 موظف بعض الدول نحن بمثلها بشكل مباشر وبعض الدول بيكون في عنا بارتنرز وشركاء لإلنا في هاي الدول طبعاً مثل الأردن الأردن أنا بتواجد فيها بشكل مباشر إضافة لشركة ميسك سيليوشن بارتنرز هياً شكراً بأس شكراً لكم. 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 ويستخدم الجيوغرد ونرى مدى التأثير للجيوغرد على إستيكشن للطريق فإذا رحنا للمرحلة إستيكشن الأخير إستخدمنا البيعاكس الجيوغرد اللي كان يستخدم بالسبعينات والثمانينات والتسعينات ببيعاكس الجيوغرد تقريبا 27% من البيعاكس بعدها رحنا للنكست البيعاكس البيعاكس الجيوغرد اللي يستخدم تقريبا من 2005 حتى 2020 كنا نقدر نعمل 34% على البيعاكس حتى نوصل لنفس التصميم والانتراكس الجديد اللي احنا وصلنا له بنفس العمر التصميمي أو بنفس التصميم ممكن نعمل 44% للفيلنج ماتيريال وبال44% للفيلنج ماتيريال كم مقدار التوفير اللي انت ممكن تعمله بالحركة المرورية اللي انت توفر بتوريد المتيريال للموقع وكمل اللي هيكون من الناحية المادية في حالة التوفير فقط على قصة مستخدمة كم شخص الساكلة التي عرضناها قبل شوي ممكن يستخدم ب الأسفلت قبل سبع أيام كان لدينا تركيب عينة في قاعدة الملك خالد العسكرية في خميص مشيط 180 ألف متر مربع لتسليح الأسفلت لمهابط الطائرات ممكن أيضاً يستخدم بالجدران الاستنادية اليوم الكيس الثاني ستكون عن الجدران الاستنادية ممكن يستخدم تحت لتحت لتراك وممكن يستخدم أيضاً في الاماك منترود نهاية أسفلت هذا البيفمت اتمايزيشن حكينا عنه نفس الفكرة تماماً أنه بنقلل من سماكات الطريق مع الحفاظ على العمر التصميمي للطريق وموضوع الساستينابلتي ضروري ننبه بهذا السلايد سماكة تصميمية H إذا حافظنا على نفس السماكة التصميمية بالشكل الأخير بالسماكة الأخير مع استخدام طبق الجيوغريد فهذا ممكن يعطينا خمس إلى ست أضعاف من العمر التصميمي للطريق وهنا بيكون السايفينغ هو فعلياً مش بالموضوع السايفينغ لا هو السايفينغ بيكون بالمينتينانس وبإعادة صيانة الطريق نهاية بالتحركة نهاية أسفل نهاية 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 جزء نهاية جهود نهاية جزء نهاية ج بإعادة جهود أشياء الأشياء هو الجيوغريد هي عبارة عن هاي الخطوط المتقطعة والريينفورسي اللي بيكون إداريكت كونتاكت مع الجيوغريد والكومبوننت الثالث بيكون عنا الفيسنج الفيسنج ممكن يكون بني الفيسنج ممكن يكون بلوك فيسنج ممكن يكون قابيان فيسنج جرين سلوب باختلاف المتطلب من الكلايانت والشكل النهائي اللي احنا بدنا نوصله رح نعرض عليكم الان كثير صور لريتينينج والتمت وبالنهاية ان شاء الله هنحكي عن الكيس ستادي اللي طبقناها عنا في الميدل إيست ناكست تمام شوية فوائد للمسي وال على الارسي وال انه احنا بنحدي بشكل كبير من استخدام الحديد ممكن يتم استخدام اللي تم إلغاء الحديد بشكل تام في بعض التطبيقات المسي وال مثل البلوك وال ايضاً احنا بنقلل من التكلفة الانشائية للمشروع ممكن توصل تلاتين لخمسين بالمئة من التكلفة موضوع مهم جداً لأنه المسي وال احنا بنصممه على 120 سنة ايضاً بنخفف من استخدام الاسفلت والانبعاثات الكربونية اكيد من خلال نقل والحديد للمواقع وطبعاً موضوع مهم جداً للمقاولين ولكلاينت موضوع سرعة التنفيذ باللوك سيستم ممكن خلال جروب واحد مكوّن من بن طوب وعاملين انك انت تنتج من 20 إلى 25 متر مربع باليوم الواحد موضوع فتخيل انت لو كان عندك ثلاثة أو أربعة أو خمسة ممكن المشروع اللي بتحتاج ست شهور عشان تنفذه تنفذه فقط بشهر ونص باللوك وال بلوك وال سيستم سيستم تنصر موضوع موضوع تنصر وممكن كان هو أول موضوع في العالم بعام 1980 سيستم تنصر في 2014 بالإمارات كان عبارة عن موضوع ربط بين جسرين اللي بيشوف بأعلى الصورة ممكن نشوف المعدات يعني ممكن نشوف شاحنة عشان يتخيل ارتفاع الجسر هو 60 متر على ثري تير 20 متر 20 متر لكل تير ثم هنا موضوع 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 ودرجات الحرارة نوعا ما بتكون مساعدة انه يكون مستمر من غير الصيانة ثم ثم هنا موضوع هذا عبارة عن موضوع 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 نصممه من غير كلها بنعمل شيء بنسميه الراب أراوند جيو جريد بيكون من غير في القناة سنة الزائف ثم سبحثم على صورة أرجو ونعمل ساعد الموضوع سعيد جيو موضوع سيطا موضوع وعندما ساحة ساعد تعال ساعدة 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 محمية حيوانات المحمية كانت بدها تحاكي الواقع إلى حد كبير وبنفس الوقت هي كانت تاني أكبر محمية خارج أفريقيا المحمية بدهم يجيبوا الحيوانات يعيشوها في هذه المحمية وبدهم يكون فيها 145 منطقة ريز دي فلور مرتفعة عن الأرض بنفس الوقت بدها تكون تحاكي الطبيعي يعني نفس شكل الهضبات الطبيعية فكان التصميم الرئيسي لهذا الجدران الاستندية أو لهذه المناطق المرتفعة عبارة عن المترجم الرئيسي وبالخلف منها كانت المترجم الرئيسي وبعد ذلك كانوا يعملوا عليها المترجم الرئيسي أو الشكل اللي يعطي المنظر الطبيعي أكثر اللي يحاكي الواقع فتنصر قدمت السيليوشن السيليوشن كان عبارة عن المترجم الرئيسي استخدم فيه الفيسنج ستيل رينفورسمنت حديد التسليح تم تربيطه في الموقع ورشه بشوت كريت وبعد ذلك تشكيله بحيث أنه يتناسب مع الشكل الطبيعي للمحميات الحيوانية ويحاكي الطبيعة بشكل كبير طبعاً هون المهندسين المعماريين يعني حيشوفوا يعني كيف إحنا المرحلة اللي وصلنا لها البنيفيتس كانت عندنا إنه كان فيه 50% سايفينج عن الارسي والكاكوست كمان موضوع النتوراللوك هو كان بحاكي الطبيعة بشكل كبير ومبين إنه الأعمال طبيعية 100% مش أعمال مصطنعة والأمر الثالث اللي هو موضوع الانفيرومنت امباكت مهم جداً للجميع خصوصاً بأيامنا هاي طيب الصورة هاي إحنا منشوفها هاي آخر صورة يعني هذا الشكل النهائي أنا هلا رح أرجع بالصور الرجوع ونفرجيكم كل مرحلة كيف إحنا لحد ما وصلنا للشكل النهائي اللي بالصورة هاي نمشي بالصور تمام هاي قبل أحطوا الرك اللي كانوا فوق نكست هون تقريباً المرحلة اللي قبلها نكست تمام نكست هاي منشوف كل المناطق تقريباً كان 145 منطقة من الجدران الاستنادية ارتفاعها تقريباً يتراوح من مترين إلى مترين ونص هون منشوف أول ما عملوا الشوت كريت قبل لا يعملوا عمليت بتشكيل للتشكيل الخارجي نكست هون منشوف احنا الفايسنج الفايسنج كان عبارة عن ستيل مش وبالداخل طبقة ننوفن جيويتكستايل والجيو غريد كان مجدود بعمق التربة نكست نكست تمام نكست تمام هاي الصورة خلينا عندها هون احنا منشوف السيكشن كيف صار عنا الشغل عبارة عن ستيل مش احنا ربطناه في الموقع والجيو تيك ستايل اللون الابيض هو كان بالداخل حتى يمنع التربة انها تطلع من فتحات الستيل والجيو غريد احنا اذا منلاحظ هو مشدود بين طبقات التربة ناكست ناكست تمام هون قبل لا يبدأوا عمليات الفيلينغ وفرد الجيو غريد ناكست ناكست هاي كانت طبعا عندنا اول مرحلة كان هيك كاني كاني قريب ناكست 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 حتى وصلنا للشكل النهائي اللي معنا بالصورة اللي بعدها اللي أعطيكم العافية شكرا للكم عذرون على الخطأ اللي صار إن شاء الله تكونوا استفدتوا من البرزنتيشن وإذا في أي استفسار أو أي سؤال إحنا موجودين عند البوث وكمان البرزنس كارد موجود وإحنا جاهدين لأي إشي اللي أعطيكم العافية شكرا لك مهندس إن النظر في دراسة الأنظمة الحديثة في الهندسة المدنية يدفعنا دائما إلى إيجاد حلول مبتكرة في معالج تأهيل الأبنية القائمة والسعي لزيادة قدرتها وقوة تحملها مما يزيد من ديمومتها والعمر الافتراضي لها لذا كان من أبرز التكنولوجيات المستخدمة في الهندسة المدنية هو إعادة تأهيل المباني باستخدام تكنولوجيا الألياف الكربونية لحديث أكثر عن هذه التقنية تقدم من شركة تكنولوجيا الباطون مدير عمليات مشاريع البوست تنشن والتكنيكالليد في شركة تكنولوجيا الباطون المهندس بشير حداد شكراً بداية شكراًare المترجم للتفكير تفكير لتفكير بمترجم للتفكير بمترجم للتفكير نهاية سوف أذكر جزء منها مثل كونكريت أد ميشترز بوليكاربوكسيليت تايل أدهيسيف كوريكاربوكسيليات وواتر فوثين سيستم وواتر تنشيني سيستم وأيضا إحنا كمان تريدرز لأكتر من شارلة مثل فلاي أش جي جي بي أف اس بوليوريثين كريستالين وكاربون فابر سرينتيني اللي هو الطبيق تبع البرزنتيشن اليوم السؤال اللي داما لماذا ننطرح بشكل كبير هذا السؤال بدأت تنطرح أكتر شي بعد الثورة العمرانية الكبيرة اللي صارت وبعد توسع المدن يعني ممكن نلخص هاي الأسباب لأسباب لأسباب مبنى السؤال السؤال الأول قد يبدو بسبب الأسباب المبنى 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 تخيل عندك انت مبنى مبنى عادي حولت انك انت 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 لأسكول أو لأسكول وبالطبع هذا مثال موجود في عمان راح تعرف انه سوفر المبنى اللي انت اللي راح تحول لأله تفوق الأحمال التصميمية لهذا المبنى القائم فجل يجب ان تظهر التصميم السؤال الثورة العمرانية قد يحدث بسبب سيزمي مبنى مثلا أو مبنى أو مبنى السؤال تصميم أو تحضر التصميم مثل التصميم هنا يجب أن تذكر أن المبنى لا يمكن الحرب للتصميم للتصميم لكن يمكنك التصميم التصميم كما تستخدم هذه تكنولوجيا سألت نرجع بذلك شكرا التصميم هو السبب الرابع بحصل مرات التصميم بسبب التصميم بالتصميم مستحيلة لا يسعني غير أنني أذكر الحادث المؤسف الذي صار في عمّان السنة الماضية بنهيار أحد المباني حسب الرواية الوردتنا كان المصدر من فرصة صفحة المضحة من غير ما يتم الاتصال مع الواقع أو من غير تتصف التنقذ وسرب الأخير إنها واحدة من المفرد للتنقذ وهو مشبهات الضحية من ضعف الوطن التعالي في البارد من المسكين المطلوب بأحد المطلوب أقل مما هو عليه في التقليد أو البطن الإنصاب ممكن يكون أضعف مما كان في التقليد المطلوب بأحد المطلوب بأحد المطلوب يمكنني أن أقلسيهم في دوة كتغوري الكتغوري الأولى سميها الـ تقليدية اللي هم الأولى 3 بلد بذكر منها أدشيال كونكريت كونكريتك في تقليدية أو تضعف مقابلات أخرى وفي ذلك الأولى 2 بلد يأتي معاً المطلوب الثالث هو المطلوب بأحد المطلوب موجود كثير مرات تتشوف أحد البيام بأحد المنشآت تتشوف أنه بعاني من مشكلة يتجد أنه كانت تتعامل فالسطورة الانجينير تتعرض مطلوب بأحد المطلوب الأولى 2 بلد I believe the most advanced or the modern methods of strengthening CFRP carbon-fiber enforced polymers laminate with txestiles وأن الأخير هو external pre-stressing مثل ما حكوا زملائم شوي بدار الهندسة باعتمد على strands بس THIS TIME IT WILL BE EXPOSED AND EXTERNAL strengthening with carbon-fiber reinforced composites بدي أحكي شوي صغير على الترمينولوجي FRP فايبر انفوست بوليمر بإلها أكتر من نوع ممكن تكون جلاس ممكن تكون أراميد وممكن تكون كاربون That's why we added the letter C in the front which stands for carbon صار عنا كاربون فايبر انفوست بوليمر بشكل عام هي الواح كربونية شديدة الدقة وضعت مع بعض باستخدام adhesive or resin it's almost impossible to cause a rupture in the direction of the fibers next please الابلكation of FRP are many ممكن تكون بالAviation ممكن تكون هياك الطائرات الموتورسport الريضات الالية مثلا هياك الفورمولا 1 بسبب خفة توزن الكاربون فايبر وبالصفل انجينيير كاربون فايبر reinforced composites and structures they can be applied to concrete steel and structure elements مثل المسيناري blockwork والتمبر since trend of construction in Jordan is mainly RC طبعا RC طبعا نشمل كمان pre-stressed ف Sa where this technology can be utilized سوف أذكر أمثلة مثل soffits of beams and slabs to increase the flexural capacity ممكن تستخدم أيضا on the sides of beams to enhance the shear resistance ممكن around the columns to improve confinement and its capacity to handle axial loads other ممكن تكون punching shear systems components there are two main components أول واحدة الهي unidirectional laminates is used mainly to enhance the bending strength or the flexural capacity bi-directional wrap mesh cloth to enhance the flexural capacity and the flexural capacity to enhance the flexural capacity carbon fiber the goal of the usage of carbon fiber is to enhance the flexural shear and serviceability طبعا في أنواع أخرى من الفيبر يمكن ما نحكي عنها اليوم مثل glass fiber مثل aramid fiber is used to enhance the seismic behavior impact blast على سبيل المثال واق الرصاص الكفلر هو مصنوع من aramid fiber next system application procedure عندك مبنى بحاجة لسيطة strengthening لجميع ستبدأ بحاجة لسيطة الاستردية تشوفها هذا structure الألمانات شو فيها أحمال شو فيها stresses ثم يجب أن تفكر the strengthening option المطروحة هل to go for jacketing conventional methods ولا CFRP رقم تلاتي to design calculations and drawings وآخر ثي bullet points نحكي عنها الي هي the application أول walkmanship first the surface preparation or the substrate preparation اتنين the application of resin و تلاتي الي هي the need you might need to add a fire resistant coating طبعا if required هاي الصورة بتبين strengthening بأحد الأسقف شايفين كيف السبسترات أو المكان الي أنا بدي أعمل علي الapplication of carbon fiber it should be clean dry concrete free of dust patch repairs لازم نعمل بالأماكن اللي بتحتاج وكمان it's always worth to conduct strength a tensile strength test أكد the whole structural element is integrated ما عندي أماكن فصل مثلا بين الكفر وجسم الألمنت the preparation of laminates or CFRP to cut the strip or the wrap زي ما شوفنا من شوي into the size or length حسب specifying in the design to ensure it's free of carbon dust and it's free of defects this piece of cutting of strip on site next two to three gentlemen are more than sufficient يعمل application carbon fiber laminate هون can scope to strengthen waffle slab next شايفين using a roller انت بدر تتأكد انه this piece of carbon fiber well impregnated in the glue or the resin and also on the whole with the body of the body that's the the bottom this is the screen strengthening next next this is the car park to strengthen the reflection capacity next this beam is interesting beam is to the carbon fiber laminates in the middle to enhance the bending capacity while we used the wrap carbon fiber at both ends to enhance the shift capacity two-way slab stood in for carbon fiber to bank canna miss back and no external but still miss in both directions hey joint time to wait are using wrap carbon fiber versus a joint time to wait using conventional method metal inserting steel rebars and concrete jacketing next one of the beams strengthened for shear capacity next strengthening of a circular column the application of resin first next wrapping the column using the carbon fiber wrap the advantages of these systems are many mainly very high strength compared to the weight ratio to laminate 5 centi 10 centi 1.2 mm 10 size strength 200 MPa about 4-5 times 10 size 10 60 60 60 40 20 c 20 20 60 200 gpa Easy to install because of the low self-weight It's non-corrosive, very high acid and alkaline resistance Limit crack development, fast installation, flexibility And enhancing seismic resistivity and more other applications هذا جدول briefly has been made to compare Between conventional steel plate versus CFRP laminate This comparison has been done in terms of self-weight, thin-size strength, overall thickness, corrosion and many other I think the CFRP laminate will be less compared to steel plates The thin-size strength is not high, we're talking about above 2400 and 4000 MPa compared to 235 MPa to steel plates Thickness is not high, we're talking about 1.2 mm to laminate and 1 mm to the wrap We can talk quickly about the material costs Yes, we admit that it has a relatively higher cost in comparison to conventional methods بس إذا أنت بتحط بالميزان التكنيكال بنيفتس of this system مقارنة بالسعر I think or I believe this system should be considered Next The application It has this system should be carried out by experienced staff All-needed equipment should be available Proper supervision and quality control And I want to make sure that it is an adhesive or resin This one should be compatible with the CFRP or the carbon fiber In the end of the day, the overall material properties راح يكون combination or a composite between a CFRP or resin Next CFRP structural design This is the fun part ممكن يكون طويل شوائي فأنا راح حاول أختصر بسبب ضيق الوقت I will not go through details with design But I will do my best to deliver the concept إذا تدعم الكاربون فابر الديزان طبعا لازم يكون بواسطة certified designer Structure engineer عنده good knowledge by CFRP codes وعنده good background or experience by previous projects راحكي عالدزاين codes بسرعة أهم كود هو l-ACI 440 2R يعني بوصي إنه الكل يكون عنده نسخة من هذا الكود خصوصاً إنه بنصه الأخير فيه كمية كبيرة من الإجزامبلز نسخة من الإجزامبلز الكود التاني الأوروبي FIB bulletin الكود التدعيم الكندي ISIS وفي الكود الياباني للتدعيم هو JSCE طبعاً منشكر أصدقائنا اليابانيين اللي كانوا رواد بهاي تكنولوجيا يمكن من أواخر سبعينات القرن الماضي الكيس استادي هو ديزاين أوف بيم سرنكثنين بإستخدام CFRP أول خطوة راح تكون عندك سايت داتا collection اجمع داتا كما يمكن يعني كما يوجد داتا يوجد بطلع معاك البراميتر بيديزاين 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 يكون عندك لازم يكون أزبلت بلانز لازم يكون عندك كونكريت سرنك تكون نتعرف شو هو الحديد إذا كرودت طيب من ستيل اجزتين وإجزتين اجزتين اجزتين اول شيء تتأكد من الانيشال من الممبر شو الكباسيتي تابعه شو بيحمل بعدين تتأكد انه بعد الفيديز هل انت حققت الالتمت كباسيتي او لا تتأكد من الديبوند بين الفيديز 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 يجب أن يكون تتأكد من تتأكد من الديبوند وهمشي كمان الشير كباسيتي نقص 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 بعمل رفريش مرة تاني هاي صورة بشأن نفهم الالإكزامبل البيم تم تدعيم ويوزن ثلاث لامينيات أول كيس سادي اسمبل بيم طول 5 متر موجود طول وعرض موجود plan اسمبل موجود نقص FCU والFY 35 MPa 420 MPa تدعيم موضوع الرياضي سادي وحسن المستخدم المستخدم على المستخدم المستخدم البيان بسبب FCU والFY وبسبب النقص الثاني نقص المستخدم المستخدم إذا كان لدينا نتظر للمعبار نحن 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 نتقل نحن نتقل 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 نحتاج للمعبار لأنه هون عندي فلكتشير لازم يكون مختلفة بين السترين بالكونكريت بلس السترين اللي حصل بالكاربون فايبر السؤال هو أن تستخدم ثلاثة لامينيات ثالث التحقيق نتأكد دائما أنه الحديد وصل لليلدين ما قبل الفالي التحقيق الماضي ثالث نتأكد من الدبوندين دائما يحصل الدبوندين بالمقطع الخرساني ما يحصل بين الخرساني والأدهيسي ما يحصل بين الأدهيسي و الـ CFRP ثالث هون راح بيين أربعة أو خمسة بروجكت أول تحقيق التحقيق الجودان تم بإشراف شركة أساس المهندس السماعيل العقيد في 2016 نتأكد من أن تحقيق ربز و تحقيق 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 هذا هو سيستم يمكن أن تكون تحقيق تحقيق أيضاً تم الإستقار أثناء محضرات تحقيق لأنه سهل جداً التعامل معه ثالث تابعاً IMS أو المدينة قناة المملكة EUBC قمت بريئة السكوب لتسرع بريئة وصفات أم قد بلدان نجحة السكوب كانت تسرع بريئة كانت تسرع بريئة ويستطيع التحقيق للأعمدة أبداً أخرى يمكن أن تحقيق مدينة الأسلوبة للأسلوبة ويستطيع التحقيق مختلفة ويستطيع التحقيق لأن الحريق في هذا المبنى